السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان لمعقل ابن يصار أخت زوجها لابن عم ظلت عنده فترة ثم طلقها تطليقه ولم يراجحها في فترة العدة وانقضت عدتها ثم عاد يخطبها مرة أخرى فقال له معقل أكرمتك وزوجتك وآثرتك فطلقتها ثم جئت لتخطبها والله لا ترجع إليك أبدا وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع له فعلم الله حاجته وحاجتها فأنزل قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وإذا طلقتم نساءكم دون الثلاث طلقة أو طلقتين وانتهت عدتهن من غير مراجعة لهن وخلت الموانع من عودتهن مرة أخرى لأزواجهن بعقد جديد ومهر جديد فلا تضيقوا أيها الأولياء عليهم بمنعهن من العودة مرة أخرى إلى أزواجهن إذا أردنا العودة وحدثت تراضي شرعا وعرفا فالله عز وجل أرحم بتلك المرأة المسكينة منكم أيها الأولياء وأعلم بالمصالح والمفاسد فإن أعضلها الولي ومنعها من العودة إلى زوجها مرة أخرى دون سبب شرعي فللمرأة في تلك الحالة أن ترفع أمرها إلى القاضي فإن ثبت للقاضي صحة ما تقول المرأة فانتقل الولاية إلى القاضي ويزوجها حينئذ ولا بد أن يكون ذلك بالتراضي دون إجبار للزوجة المطلقة وبالمعروف ومن المعروف حسن العشرة والمودة والرحمة وتأدية الحقوق على أكمل وجه ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك يوعظ به من كان منكم صادق الإيمان بالله واليوم الآخر لأنهم أحرى بالانتفاع والقبول وسرعة الاستجابة فلما سمع معقل ذلك سارع وقال سمع لربي وطاع الآن أفعل يا رسول الله فكفر عيمينه ثم دعاه وقال أزوجك وأكرمك ولكن مع الأسف الواقع مرير وكثير من الأولياء يصرف الخطاب عنهن طمعا في راتب أو خدمتهن وهذا ظلم عظيم وجول لهن ذلكم أزكى لكم وأطهر ذلكم أكثر نماء وأعظم نفعا وثوابا لكم وأطهر لأعراضكم من ارتكاب ما نهى الله عنه وأطهر لكلوبكم وأطهر لشرفكم وأطهر لكم من كل النواحي والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم ما فيه صلاحكم ونفعكم وأنتم لا تعلمون كان لرجل يعيش في قرية حصان يحبه كثيرا فهرب الحصان ولم يرجع فجاء أهل القرية يعزونه ويواسونه في ذاك الحصان فقال لهم الله أعلم بالخير وأعلم بالشر وبعد عدة أيام عاد الحصان من الغابة يقود قطيع من الأحصنة البرية فجاء أهل القرية يهنئونه فقال لهم أنتم لا تعلمون أين الخير وأين الشر وكان للرجل ابن وحيد خرج ذات مرة ليرود حصانا فسقط وكسرت قدماه فجاء أهل القرية يواسونه فقال لهم أنتم لا تعلمون أين الخير وأين الشر ثم هجم الأعداء على البلاد فأمر الحاكم بجمع الشباب لقتال الأعداء فأخذوا الجميع وتركوا ابن الرجل فجاء أهل القرية يهنئونه فقال لهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فلله عز وجل العلم المطلق والحكمة البالغة في كل أمر وفي كل نهية جزاكم الله خيرا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَرْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ والله يعلم وأنتم لا تعلمون